كشفت الفنين اللبنانية مايا دياب عن حيث سيصارت مع صديقة ومنع من السفر من المطار بسبب ضبط سرعة وعبرت مايا عن غضبة من هالمعاملة غير المبررة وكتبت ووصل صديق مقرب إليه على المطار ليسافر بعد فترة جاوزت السنة من عدم سفره وطابعت وعند نقطة الأمن العام بيتفاجأ إنه ممنوع من السفر ليش؟ لأنه بحسب الكمبيوتر ما دفع ضبط سرعة وتحول للمحكمة وبما أنه صديق منظم كتير عطل مسؤول هونيك لوصل بالدفع مع كل إثبتات الدفع فكان الجواب إنه ما بيقدر يسافر وسحبوا منه جواز سفره وختمت هالمعاملة بتصح ليلي بالسلطة مش ليلي بعده عم بيدفع مستحقات ما بتستحق السلطة ومع هيدا توقف مثل المجرم أو المهرب هيدا كله برسم مين؟ احتفل الممثل السوري تايم حسن بعيد ميلاده مبارح ونشرت مرته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني صورة إلون مع بعض وزهر تايم هو وغامر وفاءه عم بيبوسة وعلقت هي عيد ميلاد سعيد يا حبي هالصورة عم بتكذب كل الإشاعات يلي طالت السنائة بالفترة الأخيرة لأنه انتشرت العديد من الأخبار عن انفصالهم وصولا للطلاق على الرغم من إنه كانوا بمعظم الأحيان بيحاولوا التأكيد إنه عليقتهم منيحة وما في أي مشاكل بينيتهم خصوص إنه وفاء هند زوجتين مع بدء عرض مسلسل وأنا يلي عم بينيل أصداق حلوة كشفت الفنينة باسمة الكويتية بفيديو جديد إلا انتشر على مواقع تواصل اجتماعي سبب تركها للإسلام واعتنائها ديان اليهودية وقالت باسمة الكويتية واسمة الحقيقة ابتسام حميد بالفيديو يلي أثار الجدل بشكل كبير أنا عنات لسنوات طويلة من الاضطهاد والتحقير وامتهان إنسانيتي ومحرومة من كل حقوق المدنية وتابعت لو انتحرت ما كان صار هالضجة يلي صارت مع تغيير ديانتي أنا للأمانة ما حسيت بالقوة إلا لما غيرت ديانتي لليهودية وصرت أقوى من السابق صدمت الممثلة التونسية في ريال يوسف المتابعين ونشرت صورة جديدة إلا من عطلتها بجزر المالديف وكان واضح إنه في تغيير بشكله وأكد المتابعين إنه صارت نسخة عن الممثلة اللبنانية نادي الناسي بن جيم وبررت في ريال التغيير الملحوظ بشكله باستخدامه فيلتر بعدل شوي بملامح الوج نشرت الممثلة السورية ليليا الأطراج فيديو إلا ظهرت فيه هي وعم ترقص بفصطان من قماش للجينز أصير وضيق على غنية أماكن السهر للفنين المصري عمرو دياب على أحد شواطق دبي واعتبر المتابعين إنه فصطانة جريء واستعراضة في مبالغة واتهم البعض بتقليد الممثلة المصرية دينا الشربيني بطريقة رأسها بفيديو كليب أماكن السهر قبل يومين نشرت الفنين العالمية ريانا صورة إلهية وعارية الصدر وبوقتها ما كانت عارفة إنه هالصورة رح تسبب صدمة لمحبينا بالهند يلي اعتبروا إنه أهانة الدينة الهندوسية لأنها كانت لابسة عقد للإله جاناشا أكتر الآلهة شعبية بالهند واعتبر الهندوسيين إنه هالصورة مش ليقة أبداً وكتب النائب عن حزب رئيس الوزراء القومي الهندوسي على صفحته استهزاء ريانا بطريقة معيبة لإلهنا المحبوب فضيحة وهيدا ببين لأي مدى ما بتكن أي احترام للثقافة والتقاليد الهندية وأكد المجلس الوطني الهندوسي التابع للحزب الحاكم إنه تقدم بشكة ولا مواقع التواصل الاجتماعي لسحب الصورة واتخاذ تدابير لازمة بحق صفحات ريانا كانت معكم بموجز الفن ماري لورد سمعان لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر